هم أفضل هل أقرأ غيبا أم أقرأ من المصحف هكذا سيتكلم الإمام النووي رحمه الله في هذا الفصل قال رحمه الله قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب طيب ليه قال لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر لأنني أنا لما بقرأ غيب ليه ثواب القراءة غيبا تمام لكن لما بقرأ نظر ليه ثواب القراءة وثواب النظر هما ثوابان منفصلان النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي من أصحابنا يعني من فقهاء الشافعية أبو حامد الغزالي الإمام المعروف صاحب كتاب حياء علوم الدين أيضا كان من فقهاء الشافعية ومن الأصوليين أيضا وجماعات من السلف يعني جماعات من السلف كانوا يحبون النظر في المصحف والقراءة منه للجمع بين الثوابين ثواب النظر وثواب القراءة غيبا قال رحمه الله النووي يعني ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف يعني كانوا يكرهون أن يمر يوم ولم تقى أعينهم على كلام الله عز وجل مكتوبا قال أيضا وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا ولو قيل الإمام النووي عم يجيب فهم ولو قيل إنه أي القراءة غيبا أو نظرا يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر قلب يعني النووي عم يربط أيهما أفضل القراءة غيبا أم من المصحف عم يربطها بالخشوع وعم يربطها بالتدبر فعم يقول وتختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف عم يقول ولو قيل ثم ختمها بقوله لكان هذا قولا حسنا ثم قال والظاهر أن كلام السلفي وفعلهم محمول على هذا التفضيل تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.go3.com